اشتركوا في القناة السلام عليكم أيها الحضور الكريم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشحي سلول قوم المؤمنين صدق الله يا أبنى شعبنا المجاهد مرت ثلاث سنوات من عم ثورتنا المجيدة ونحن نتعرض القتل والاعتقال والقمع المنهج قتلوا أبنائنا انتهكوا أعراضنا وعذبوا رموزنا وأعلماننا حتكوا بحرمتنا ودنسوا مساجدنا سجنوا شبابنا ونساءنا ونحن نزداد قوة توهجا وصمودا ويقينا إننا تنتصر وما زلنا نعيش العزة والكرامة ولم نتوقف إننا بصفتنا أولياء الدم نتمسك بعداف وهادئ الثورة ونحن ولن نرضى الحيول التبقيعية التي لا تلبي مطالبنا وهمها القصاص من القتل ومحاكمة العملاء والمتورطين في التهذيب كمطلب أساسي ونعاهد الشهداء والمعتقلين والجرحى والثكلة والمطاردين والمهجرين بأننا لن نتنازل قيد أنملة عن محاسبة القتل المجرمين وسنتصدى لمحاولة الاتفاف على مبادئ وأهداف الثورة مهما كانت التحيات مع افتراء الثكرى السنوية الثالثة ثورتنا شعبنا الصابر المضحي نعلن من صاحة العزة خيار الزحف الشعبي الجماهيري نحو ميدان الشهداء إنه ميدان عزتنا وكرامتنا ميدان شهدائنا الذي صادت عليه الدماء الطاهر الزكية وندعو لدمجاميع الثورية في مواصلة النضال والاستمرار في درب الثورة ومشاركتها الحاشدة والواسعة في الفعاليات المرتبة بعصيان العزة ولعنن صحرة البراء المدوية من أهل الغتل الذين طفوا وتجبروا البراءة من أموذ النظام وعدم التعاطي معهم أو إعطاهم الشرعية ونعلنها من هنا لا شرعية لكم أيها القتلة بحق دم بحق دم ابن الشهيد سيد هاشم الذي صالت دمه على اتراب هذا الوطن بأنني لن أتنازل عن دم ابني ولن أتراجع عن مطلق الشهداء ما دم تحية القصاص القصاص لمن أطلق الرصاص واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين